دخل الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلية اليوم شهره الثاني في الأضراب المفتوحة عن الطعام عبرت عائلته في مؤتمر صحفي بمدينة رامل عن قلقها حيال حالته الصحية الخطيرة في ظل استمرار رفضه إجراء فحوصات احتجاجا على تمديد اعتقاله إداريا وناشدت أسرته من أجل حجد دعم للأسرة في سجون الاحتلال والإفراج عنهم يذكر أن الشيخ خضر عدنان اعتقل في يوليو تموز من العام الماضي وتم تجديد اعتقاله لداري ثلاث مرات على التوالي بدأ على أثرها في إضراب مفتوح عن الطعام الشيخ لم يتعرض له أي لم يجرى له أين ومن الفحوصات نظر لرفضه إجراء أين ومن الفحوصات الطبية لكن كيف سيكون وضع الأسير المضرب عن الطعام لليوم الثلاثين على التعاول أكيد سيكون الوضع الصحي خطير جدا بحاجة لوقفه بحاجة لتدخل طبي نسأل الله عز وجل أن يثبته ويعينه وإن شاء الله إلنا سالما بإذن الله ليس لنا هناك أي نوع من الزيارات نحن كعائلة حتى كانت هناك وسيلة للتواصل عبر محام الصليب الأحمر في نقل بعض الرسائل لكن في الزيارة الأخيرة تحرزت مصلحة السجون عن إدخال أي نوع من الرسائل للشيخ أو خروج أي نوع من الرسائل من طرف الشيخ خلي الأسير الضامن مع بابا أحسنت أحسنت أحسنت